السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي قبل حوالي 3 أيام من الآن صدر ترتيب الاتحاد الدولي الفيفة للمنتخبات سواء الترتيب الدولي العالمي أو ترتيب المنتخبات على مستوى القارة بتاعتها قارة أفريقيا قارة أسيا كده يعني طبعا كلنا منتظرين نعرف ترتيب منتخب سوريا ومتوقعين في نفس الوقت أن منتخب سوريا ترتيبه يكون متدهور خسارات متتالية مستوى متراجع إعداد غير موجود اتحادات متعاقبة غيرنا حوالي 4 أو 5 مدربين في سنتين فمنطقي يكون الترتيب متراجع لكن الكارثة مش كده الكارثة بكل أسف والتي تم كشفها إحقاقا للحق من خلال الصحفي الرياضي الرائع والشاب والسوري أيضا والذي يعمل فيه قنوات بين سبورت الأستاذ مازن الرئيس مازن الرئيس واللي صرته أمامكم الآن اكتشف كارثة في ترتيب منتخب سوريا في الفيفا سواء عربيا أو عالميا أو أسيوي المشكلة بدأت منين تعالوا الأول نشوف ترتيب منتخب سوريا الآن بشكل وقعي منتخب سوريا الآن وبعد كل المباريات الدولية والودية وبعد التصفيات في المركز التسعة وتمانين عالميا بكل أسف أما بالنسبة لترتيب منتخب سوريا أسيويا فأصبح الأربعة عشر على قرة أسيا أما بالنسبة لترتيب منتخب سوريا عربيا فالآن هو في المركز الاثناشر ويمكن اللي امتبع منكم الترتيب العربي ده ما بيكونش رسمي يعني بشكل جاد يعني ولكن مثلا المغرب عربيا رقم واحد يليها تونس ثم مصر ثم الجزائر بعد كده قاطر السعودية الإمارات العراق عمان البحرين الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان منتخب سوريا المركز الاثناشر عربيا طبعا بالمناسبة يعني واللي امتبع منكم منتخب سوريا أفضل ترتيب وصل ليه على مستوى تاريخه كله كان الترتيب تمانية وستين وده كان أيام الفين وتمنتاشر أيام الكابتن أيمن الحكيم طبعا يعني طيب الله ذكره إيه الكارسة الكارسة إن الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم والاتحاد السوري لكرة القدم ضحكوا على الشارع الرياضي أكيد أنتم تابعين وشفتم بنفسكم منتخب سوريا لعب مباراة دولية ودية من ضمن أيام الفيفا مع منتخب طاجكستان وفاز في تلك المباراة بهدف رائع لعمر السومة تخيلوا أن هذا الهدف وأن تلك المباراة لم تحسب من ضمن نتائج ترتيب منتخب سوريا المفروض إن المباراة دي عليها أربع نقاط منتخب سوريا لم يحصل على نقطة واحدة من تلك المباراة خسارة كبيرة جدا جدا لا يعلمها ولا يقدرها إلا الناس اللي مركزة والناس اللي صاحية أربع نقاط ما خدتهمش ممكن يخلوا منتخب سوريا في مستوى متأخر وده بيأثر طبعا على ترتيبه عالميا وعربيا وبيأثر كمان على كأس أسيا المقبل وبيأثر على لو إحنا فكرنا يعني لو فكرنا أو حلمنا إن إحنا نروح لكأس العالم الحجيجة إن الأمر ده أنا من وجهة نظري الشخصية ليه أكتر من احتمال الاحتمال الأول وأنا بستبعده إن مباراة سوريا وطاجكستان أصلا غير مثبتة لدى الفيفا يعني الفيفا ما عندهوش علم عن مباراة سوريا وطاجكستان اللي تلعبت من حوالي شهر الاحتمال الآخر إن الفيفا أخطأ وده برضو مستبعد لإن الفيفا أخطأ مش عارف أقولها إزاي يعني الفيفا عدد كبير من الموظفين اللي بيعملوا بشكل احترافي على أي حال يجب الإسراع سريعا الآن والتواصل مع الاتحاد الدولي الفيفا ومحاولة شرح الأمر وتوضيحه تحديدا وإن أنا اكتشفت كارثة أخرى وإن نفس الظلم تعرض لي منتخب العراق ما زبطوش نفسكم يعني وفهمتوا سوريا والعراق تعرضوا لنفس الظلم اللي اتنين عندهم نفس الصفر صفر لا نقاط حتى نقطة واحدة من الاحتكاك مع أي منتخب غير موجود تواصل السريع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم مش كفاية إن الاتحاد السوري لكرة القدم حرمنا من مباراة دولية ودية مع منتخب الأورجوي ولو كنا لعبنا مباراة الأورجوي بشكل واضح وبشكل فيه استعداد حتى بنسبة 80% كنا ممكن نتعادل مع الأورجوي وكنا ممكن ناخد كده في إيدينا يعني 12 نقطة لأن طبعا أنت لما بتلعب مع منتخبات كبيرة بتاخد نقاط أكتر لكن بكل أسف الوضع سيء زي ما أنتوا شايفين أنا أتوقع من وجهة نظري الشخصية أني الأمر كان مدبرا من البداية وكان بعلم الاتحاد السوري لكرة القدم وكان الاتفاق ما بين الاتحاد الطاجيكي والاتحاد السوري لكرة القدم أن تلك المباراة تكون كده بمثابة حصة تدريبية مجانية لمنتخب طاجكستان وحتى لو أنتوا فاكرين ساعتها لم يتم تصوير المباراة وإذاعتها على أي إذاعة واضطرين أن نحن نشاهدها على صفحات السوشيال ميديا منتخب سوريا بالمناسبة ترتيبه تراجع وكان ممكن يتقدم كتير ولكن تراجع لأن في منتخبات تانية أصبحت متقدمة للغاية يعني مثلا منتخب هيتي ومنتخب زنبابوي أو زنبي عذرا تقدموا على منتخب سوريا في النقاط وأدوا إلى تراجع مستواه عالميا وبالتالي أسيويا وبالتالي عربيا أيضا منتخب أغاندا ومنتخب بنين من المنتخبات اللي أقل شوية من منتخب سوريا ولكن قدموا أداءات رائعة وفي الأيام المقبلة مرشح أن هم ياخدوا مكان منتخب سوريا لا قدر الله لو فضلنا في تلك المعضلة والدائرة المفراغة اللي احنا بندور فيها منتخب سوريا يمكن أسوأ تقييم حصل عليه كان المية اتنين وخمسين عالميا وده على ما أتذكر كان في 2012 في عز الحرب وبالتالي أنت ما كانش ينفع تهتم بالكورة وأنت عندك ناس يعني بتموت وأكيد طبعا أنتم قادرة مني بالوضع ده إيه العوامل اللي بتأثر على ترتيب منتخب سوريا وإيه اللي خلى منتخب سوريا يوصل للنقطة دي طبعا الهزائم المتتالية لا خلاف على أني لعبنا تصفيات كأس العالم لعبنا مباريات فودي لعبنا بطولة غرب أسيا لعبنا بعد كده مباريات مع الكابتن نظار محروس والكابتن نبيل معلول فترة الكابتن نبيل معلول أصلا ساهمت في أن منتخب سوريا يرجع من التسعة وسبعين للتسعة وتمانين مش لوحده للأمانة يعني يعني كابتن نبيل معلول يتحمل المسؤولية الأكبر طبعا إحنا بنحترمه وبنقدره كشخص يعني وكإنسان وكمدرب محترم ولكن هو يعني لم يقدم شيء للمنتخب السوري ترك المنتخب السوري بعد ما جاب له نقطة هزيلة ونسب إلى نفسه النجاح الكبير كابتن نظار محروس وأيضا خساراته المتتالية كان لها تأثير تيتا فاليريو وخساراته المتتالية وتعادلاته الهزيلة كان لها تأثير أيضا ولولا التعادلات التي قدمها الكابتن غسان مع توق مع المنتخب السوري كان زمان منتخب سوريا في مكان آخر أسوأ بكثير مباريات اللي هيلعبها منتخب سوريا في الأيام المقبلة هيكون لها دور كبير جدا جدا في أن هي ترفع من مستوى سمعنا عن مباراة إن شاء الله ممكن تكون مع منتخب أمريكي على الأغلب ممكن يكون بيلاروسيا ممكن يكون منتخب أوروغوي ممكن يكون البرازيل أو الأرجنتين محدش يعني الأرجنتين طبعا هتلعب مع منتخب السعودية في بطولة كأس العالم عايزة تحتك بكل المنتخبات الأسيوية اللي لعبت مع منتخب السعودية واللي مستواها وطريقة تفكيرها قريبة من منتخب السعودية أتمنى إن الفرص دي ما تروحش تحديدا وإني المباريات أنواع يعني لو مباراة ودية عليها نقاط أربعة مثلا لو مباراة في أيام الفيفا طبعا عليها نقاط أعلى لو مباراة في التصفيات رسمية عايكون عليها طبعا أكيد نقاط أعلى وأعلى مباراة رسمية في كأس العالم يعني طبعا دي عليها نقاط كتيرة جدا جدا يعني خلونا نحلم شوية يعني أنا عارف طبعا أن ناس كتير ممكن تكتب في التعليقات يعني كاس علم مين اللي بتكلم فيه ده كاس علم فيه وإحنا لعبنا مباراة ومش عارفين نجيب اللي أربعة نقاط بتوعها يعني على أي حال أنا مستبشر خير كالعادة وإن شاء الله بإذن الله منتخب سوريا في الفترة المقبلة بيعد منتخب جديد بمدرب جديد هيلعب مباراة ودية في شهر تسعة من العيارة الثقيل أتمنى أن نحن نستخدمها ونستثمرها الاستثمار الأمثل كلمتكم من كام يوم على فيديو لعمر السومة وعملت عنه حلقة وورت لكم إزاي الجماهير السعودية والجماهير الخاصة بالأهل السعودي تحديدا يعني بتلقي الزجاجات على عمر السومة وصدر الحق وظهر الحق الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق في السعودية قررت عقاب وإصدار عقوبة على النادي الأهل السعودي غرامة 30 ألف دولار 107 ريال سعودي وده بسبب إلقاء الزجاجات على عمر السومة وفي الملعب واللي شاف منكم عمر السومة كان بيلم الزجاجات يعني بكل قوة وكأن أن الأمر مش هامه طبعا إحنا تكلمنا كتير على أن عمر السومة قائد الفريق والقائد دايما هو اللي بيتحمل بكل أسف ما تنسوشوا النهاردة بإذن الله إن شاء الله تتابعوا مباراة منتخب سوريا مع الكويت لنشئين تحت سن 16 سنة مباراة مهمة جداً هتكون النهاردة الساعة 6 مساءً بإذن الله بتوقيت سوريا خمسة بتوقيت مصر ستة بتوقيت السعودية والكويت إن شاء الله بعد المباراة احتمال نعمل حلقة كده سريعا نتكلم فيها عن المباراة لو منتخب سوريا فاز النهاردة خلاص هو وصل إلى الدور الربعي نهائي اللي هي المباراة اللي هتوصله للنهائي مباراة النهائي طبعا ده يعني أمر عظيم لو تعلمون يعني تقبلوا كل تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته